19-2020 كانت سنة استثنائية طبعاً بكل مقاييس ونجحت مصر الحمد لله في عبور الأزمة بدرجة عالية جداً بالمقارنة بكل الدول اللي حوالينا والدول حتى في العالم الغربي أو اللي سابقنا فنحمد الله على كده والنهاردة هنستعرض ما تم تحقيقه ويمكن البناء عليه لأن قدامنا في العام الجديد تحدي جديد طبعاً وأكبر هنستعرضه مع بعض ونشوف الحلول اللي الوزارة حضرتها للتعامل مع هذا التحدي الدراسة تبدأ إن شاء الله زي ما قولنا قبل كده يوم 17 أكتوبر في مدارس مصر المدارس الدولية استثناء أنها بتادت بدري 15-9 أو هتبتدي من 15-9 نعم الدراسة في مصر جمهورية مصر العربية يوم 17 أكتوبر في المدارس والجامعات النهاردة في المؤتمر ده هنغطي مجموعة كبيرة من الموضوعات في مجموعة تانية عشان دايماً لما بنغطي حاجة بنتسئل على الحاجة اللي ما قولناهاش الحاجة اللي ما قولناهاش دي في مؤتمر تاني النهاردة هنتكلم على التعليم العام كيفية تسكين 23 مليون طالب زائد السادة المعلمين والإداريين أثناء السنة في ضوء أزمة كورونا هنتكلم على مشروعات جديدة مصادر تعلم هنتكلم على أسئلة شائعة والردود عليها على إسابة السادة المعلمين والإدارات والمديريات المواضيع الأخرى اللي هنغطيها في مؤتمر آخر من هنا لحد يوم الدراسة هي تفاصيل التعليم الفني ومدارس تم والمدارس الداخلي الفني والمدارس الخاصة والدولية دايبقى في مؤتمر آخر فالنهاردة هنركز على الجزء الأولاني لأنه فعلاً فيه تفاصيل كتير فتسمحوا لي بس أروح للشاشة علشان نتكلم على التفاصيل نحن نتكلم لوقتي على العام الدراسي الجديد نشوف الأول عملنا إيه السنة اللي فاتت سنة تسعتاشر عشرين كانت سنة زاخرة بالتحديات احنا كنا بنبص على الخريطة بتاعت السنوات الدراسية من أول كي جي وان لحد السنوية العامة في مجموعات يعني في مجموعة اللي باللون ده من كي جي وان التانية ابتدائي دول بياخدوا منهج التعليم الجديد ولهم أسلوب مختلف في تقييم الطلبة وما بيستخدموش التكنولوجي بفلسافة تصميم النظام التعليم الجديد المجموعة اللي في سنوي اللي هي أولة وثانية سنوي دول كان معهم التابلت وبيستخدموا أدوات مختلفة السنوية العامة حضراتكو عارفين طبعاً تم تنفذها على الأرض بالشكل التقليدي المنطقة اللي في النص اللي هي من ثالثة ابتدائي للإعدادية استخدمنا فيها أدوات كثيرة جداً في ضوء الأزمة اللي تعرضنا لها وعشان كده عملنا منصة مكتبة رقمية وعملنا قنوات تعليمية وعملنا منصة ايد مودو ومنصة بس مباشر واستخدمنا مشروعات وبعدين عملنا ابتحانات إلكترونية في أولة وتانية سنوية لحوالي مليون ومتين ألف طالب والسنوية العامة الحمد لله هي والديبلومات الفنية تنفذت على الأرض فكل ده حصل في الشهور الأخيرة ده اللي هنبني عليه لما هو قادم إن شاء الله إيه التحدي اللي عندنا التحدي ببساطة إحنا عندنا أكتر من ثلاثة وعشرين مليون طالب وعندنا مليون ومتين أو مليون وثلتمائة ألف معلم غير الإداريين إزاي هننزل ونروح المدارس ونتعمد نعمل إجراءات الاحترازية ونحتفظ بتباعد آمن بين الطلاب أثناء هذه الأيام هذه المشكلة الهندسية ما لهاش حل يتحط في عنوان إحنا هنيجي يومين إحنا هنيجي تلاتة كل الإجتهادات دي مش صحيحة ليه مش صحيحة لأنه الحل ما يتعملش على مستوى الجمهورية كل مدرسة مختلفة في عدد الفصول وفي نوعية المدرسة هل دي ابتدائي بس ولا ابتدائي وإعدادي ولا دي مدرسة كل السنوات فكل مدرسة هيبقى ليها حل خاص بيها إحنا هنا هنحط ضوابط هيلتزم بيها الإدارات ومديري المدارس لتوزيع الولاد على الفراغات وعلى الأيام وعلى الأزمنة الهدف بتاعنا نكمل المحتوى الدراسي كله وما ننتقصش منه وما ننتقصش من العملية التعليمية ولا من تعلم الأولاد فالمسألة نحاول نحلها وهي صعبة جدا إزاي نعمل ده في ضوء الأزمة الحالية فهواركوا صورة مجمعة وبعدين هندخل في التفاصيل لو قسمنا الأعمار بالألوان دي هنلاقي إن نظام التعليم الجديد دلوقتي وصل لحد تالتة ابتدائي نظام التعليم الجديد اللي هو من كي جي وان لتالتة ابتدائي جواه أكتر من تمانية مليون طالب في السن ده المنطقة من ربعة لستة ابتدائي فيها ستة مليون منطقة من أولى إعدادي لحد تالتة إعدادي فيها خمسة واثنين من عشرة وبعدين في السنوي في واحد وتمانية من عشرة تقريبا دول هيتعاملوا الأعمار هتتعامل بأشكال مختلفة الصورة اللي إحنا حطناها مش الجدول النهائي ومش عاوزين ده ينزل في عناوين عشان ما نلخبطش الناس الصورة دي ضوابط هتبعتها الوزارة للإدارات ومديري المدارس مثلا نمسك مرحلة مرحلة ونتفرج عليها بس لو بسيتوا على الجداول اللي تحت نعرف الناس صغيرة وركبناها فوق بعض هتعرفوا ليه مختارين أيام عكس بعض عشان ما يتواجدش كل الولاد في نفس التوقيت في نفس المدرسة فاحنا نمسكهم مجموعة مجموعة احنا بس قبل ما نخش في تفاصيل الجدول السنة دي احنا محضرين عدد هائل من مصادر التعلم للأولاد حسب المرحلة العمرية وحسب هو عنده أدوات تسمح له بالوصول إليها ولا لا هنتكلم عليها برضو بالتفصيل دي بس صورة مجمعة نمسك الأول المنطقة اللي فيها رياض الأطفال لحد تالتة ابتدائي هنا في نوعين من المدارس في مدارس فترة واحدة في مدارس فترتين هنبعث للمديريات والكل مدير مدرسة نقول له انت لو مدرستك فترة واحدة بنقترح انك تجيب الولاد من الحد للاربع بطول اليوم الدراسي وطول الحصص يخلي مجموع الحصص درسية ثابت لازم نديهم نفس الجرعة بس بتوزيع أيام مختلف هنا لو المدارس فترتين هيجوا يومين هيجوا تلتة ايام اللي هما ثابت واثنين واربع هنا من حد اللارب مدير المدرسة بياخد الصورة دي وبيبرمج الجداول بتاعته على الايام مهتديا باللي احنا بعتنهوله بس اللي انا بقوله لحضراتكو والاستادة الاعلاميين مش عاوزين عنوان اسمه اللي ابتدائي هيجي يومين مش حاجة اسمها كده اوكي ما تقولوش الكلام ده كل مدرسة لها جدول وكل مدرسة هتدي لولاد الجدول لسه الجدول معقد شوية عن كده بس هنشوف لو مثلا ابني في مدرسة فترتين وهيروح سابت واثنين واربع هيجيله جدول سابت واثنين واربع هيعمل ليه وفي الايام اللي في البيت كمان هيعمل ليه في جدول للوجود في البيت الوجود في البيت مش اجازة الوجود في البيت جزء من العملية الدراسية فعشان كده احنا كاتبين تحت الجدول النهائي مسئولية مدير المدرسة مدير المدرسة هو اللي هيقوم بي السنة دي هندي صلاحيات كبيرة جدا لمدير المدارس وتمويل علشان تقوية المدرسة تقوية المدرسة نفسها الوحدة القريبة جدا من الارض الولاد اللي في السن ده من رياض الاطفال حتى لتبتدائي في الاساس ما بيستخدموش تكنولوجيا عشان كده هم هيحضروا اكبر عدد من الايام دول بيستخدموا نظام التعليم الجديد وعندهم الكتب بتاعتهم وبيتقيموا في المدرسة ومفروض مفيش هنا التكنولوجي فده مصدر التعلم الاساسي بالنسبة لهم هو الحضور والتواجد في المدرسة والتعاون بينهم وبين الاولياء الامور والمدارسين في الفترة اللي هدوها في البيت قد تكون يوم او اتنين على الاكثر طيب لو رحنا بس هنا قبل ما كمل عاوز اقول ان احنا فخورين جدا انه استجاباتا طبعا للتكليفات السيد الرئيس احنا اضفنا لتالت ابتدائي كتاب اول مرة نزله اسمه القيم واحترام الاخر ماشي على مصطرة نظام التعليم الجديد وعلى محاور اللي ماشي عليها نظام التعليم الجديد القيم محترام الاخر مع النبني ده التالت ابتدائي هنعمل نسخة من الكتاب ده واحنا ماشيين لتانية والأولى ابتدائي عشان تبقى سلسلة انما نزلناها على طول في السنة اللي وصل لها نظام التعليم الجديد فدي اول مرة هيدرس بنتكلم فيه على كل القيم اللي بنردد ان احنا محتاجين نهتم بها بقية المرحلة الابتدائية هتلاقوا الاقتراح اللي هنبعته المدير المدارس زي ما انتم شايفين لو حطينا الخريطة دي على بتاعة كي جي وان لتالت ابتدائي يتلاقوا الايام دي عكس الايام التانية يعني الايام اللي بيجوا فيها بتاع كي جي وان ما فيهاش بتاع رابعة وخمسة وستة بيجوا في ايام تانية علشان نقلل الكسفات لانها عالية جدا في السن ده فهنا الحكم هو مدير المدرسة اللي هيبقى الواجب بتاعه يهتدي بلي بنقوله له ويتعمد ان بالفراغات اللي عنده والمساحات اللي عنده المسافة بين الطلاب ما تقلش عن متر ونص فايا كان الكسافة القديمة كسافة القديمة تمانين مية لا هتنزل لخمستاشر وعشرين وخمسة وعشرين باستخدام الفراغات والجداول دي بعد كده في المرحلة الابتدائية مصادر التعلم للطلاب اللي في رابعة وخمسة وستة سوف نقلل طفرة كبيرة جدا في القنوات التعليمية هتشوفوها في الآخر هيبقى كل اللي كان بيتدرس في الحصص هيتعمل على التليفجن يعني جدول رابعة ابتدائي بتاع كل مواد جدول خمسة ابتدائي ستة مشروع ضخم جدا هيتعمل هنا حصة بحصة يوم بيوم فالطالب اللي في رابعة وخمسة وستة ابتدائي هيلاقي كل المناهج على الهوى وبتتعد وبتنزله هنا وعلى يوتيوب ويبقى معاه جدول بيعمله في المدرسة والحصة دي بتتزع الساعة كام في الأيام التانية لو عنده انترنت ده اللي ما عندهوش انترنت اللي عنده انترنت هيبقى عنده القنوات التعليمية زائد منصة ايد مودو اللي فيها فصول افتراضية بيكلم فيها المعلم المكتبة الالكترونية اللي فيها مراجع اضافية للأعمار دي ومنصة الباس المباشرة فكده اللي عنده انترنت عنده اضافات اللي ما عندهوش انترنت مفيش مشكلة خالص بيروح المدرسة حسب أيام الجدول وعنده قنوات التعليمية مغطية بالكامل من رابعة لستة ابتدائي المرحلة الاعدادية فيها خمسة مليون دول هيتوزهت اسمه تلات مجموعات كل مجموعة تيجي ومين او ده اللي هنبعته للمدارس اليومين عكس بعض طبعا فهتلاقوا ان المجموعة الاولى بتقول اعدادي بتيجي سابت وثلاث تاني اعدادي بتيجي حد واربع تالت اعدادي بتيجي اتنين وخميس ودول برضو هيترك القرار النهائي في توزيعهم للمدرسة المدرسة اذا قادرت جيبهم ايام اكتر مفيش مانع بس المهم يحتفظ بالتباعد الامن احنا كلمنا السادة مديري الادارات ومديري مديريات وهم على علم بداه ويبتدي كل واحد فيهم يعمل جدول مدرسة بدءا من النهاردة لو رحنا لمرحلة الاعدادية مصادر التعلم بتزيد الالكترونية انما برضو اللي ما عندوش انترنت لان احنا عارفين ان من ربع ابتدائي لحد الاعدادية مش شرط ان يكون كل واحد عنده قدرة انه يوصل الانترنت فيه ناس كتير عنده ولكن للي ما عندوش برضو مناهج اولى وتانية وتالتة اعدادية هتكون موجودة لجميع المواد وجميع الحصص على القنوات في مواعيد معينة فده اللي يقدروا يتفرجوا عليه في الايام اللي بيحضروها او اللي بيحضروهاش لو عندو انترنت هيلاقي حاجات اكتر من اللي كانت متوفرة لابتدائي هيلاقي البس المباشر المكتبة الالكترونية ادمودو مكتبة جديدة اسمها مكتبة الدروس الالكترونية ومكتبة تانية للكتب التفاعلية اللي هي الاي بوكس وهيلاقي برنامج جديد خالص اسمه اسأل المعلم هاشرح لكم ده ايه بس واحدة ماشية الوقت يقدي المصادر الرقمية المتاحة لطلبة المرحلة الاعدادية لو عندو انترنت ولو ما عندوش عندهم القنوات التعليمية والحضور في المدرسة والكتب المرحلة السنوية اوفر حظا طبعا هي فيها واحد وتمانية من عشر مليون دول هيجوا يومين اسبوعيا هيحدد اليومين دول المدرسة نفسها دول طبعا اوفر حظا لان عندهم اكبر كم من المحتوى الرقمي هنا بقى ما قلناش قنوات التعليمية لان السنة دي كل طلبة المرحلة السنوية معاهم تابلت كل فصول السنوي مجهزة بالانترنت ومجهزة بالشبكات والسيرفرز فهنا المصدر الرئيسي ليهم للتعلم هو منصة ادارة التعلم اللي على بنك المعرفة اللي هي المس موجودة عندهم بالاضافة الى منصة اد مودو المنصة الالكترونية لباس المباشر قنوات تعليمية كل ده بقى معمول ليهم الإي بوكس والدروس الالكترونية واسأل المعلم مصادر كبيرة جداً فدول مختلفين تماماً وأوفر حظاً بس بما انهم اكبر وعندهم مذاكرة اكتر فمحقق لهم مصادر كتيرة جداً برضو للمرحلة السنوية عملنا كتاب بالتعاون مع وزارة الاوقاف اسمه بناء الشخصية الوطنية الكتاب ده كتاب جيد جداً وممتاز زي ما عملنا القيم واحترام الآخر في ابتدائي وهنبني عليه بنعمل ده في أول سنوي وهنكمله في ثانية وثالثة مع وزارة الاوقاف اللي هو بناء الشخصية الوطنية موضوع السنوية العامة موضوع مهم جداً السنوية العامة القديمة انتهت بآخر امتحان تم المرة اللي فاتت السنوية الجديدة فيها حاجتين مهم جداً اللي بيسأل على التشعيب التشعيب قائم لهذا العام اللي هو علمي علوم بيروح علمي علوم وعلمي رياضة زي ما هو النقطة الاساسية هنا الامتحان ده هيكون الكتروني والتصحيح الكتروني بالكامل ما فيش كتابة على التابلت في الامتحان بتاع عشرين واحد وعشرين الأسئلة كلها هتكون ام سي كيوز او متعددة الاختيارات او صح وغلط يعني الطالب هو طالع من الامتحان هيكون عارف النتيجة مفيش عنصر بشري خالص لا في وضع ولا توزيع ولا تصحيح الامتحان الامتحان ده هيتعمل وتطلع الاسئلة الجديدة مش جديدة قوي لان الولاد دول طلاعين من اول تكافؤ الفرص بتاع الامتحان الاوحد تكافؤ الفرص مش معناه امتحان اوحد وهذا الاختراع اختراع مصري صميم لا علاقة له باي امتحان في العالم امتحانات في العالم زي السات والا سي تي والجي ار اي والتويفل وكله نمازج متساوية الصعوبة مش موحدة في الاسئلة وحتى على فكرة النمازج المتساوية الصعوبة بيتم تسريبها زي ما بيتسرب السات مظبوط لا احنا نعمل امتحان مش هيتسرب ومش هيتغش متساوي الصعوبة يعني ايه يعني احنا عندنا ما يسمى بنوك الاسئلة فمثلا ناخد علم ازاي الفيزياء مثلا علم الفيزياء في نواتج تعلم لكل ناتج تعلم في حصالة فيها اسئلة نسميها بنك اسئلة الحصالة دي كمان الاسئلة متوزعة بمستوى صعوبة نقول ايه الاسئلة دي ده مستوى واحد اثنين لحد خمسة مثلا لناتج التعلم ده الفورما اللي بتعمل بها الامتحان احنا بنقول الكمبيوتر اعمل لي امتحان قيس فيه نواتج التعلم دي ودي ودي الناتج الفلاني هتلي سؤالين مستوى صعوبة اثنين مع مستوى صعوبة خمسة وهتلي من الحصالة الثانية سؤال مستوى صعوبة ثلاثة مع مستوى صعوبة واحد يجب كمبيوتر يفصل الامتحان نفس المصدر هنفصل بها اربع امتحانات مش هيتطلعوا نفس السؤال بس يطلع نفس المصدر المصدر بتاع التوحيد الصعوبة الامتحان مثلا فيه تلاتين سؤال الاسئلة دي هتتفنط والاجابات المتعددة هتتفنط وبالتالي مفيش اتنين قاعدين جنب بعض عندهم نفس الورقة او نفس الامتحان فموضوع التسريب والغش اللي ازى مصداقية الامتحان قبل كده هنتهي تماما التصحيح هيتعمل اوتوماتيك على الكمبيوتر زي ما الامتحان اتعمل اوتوماتيك لا تطبع ولا تعمل فيه اي حاجة ده هيتم تنفيذه الالكترونيا اللي انا بقوله هيحصل للطلبة اللي طالعين من الثانية سانوي واللي مأجلين واللي سقطين الفرق الوحيد اللي مأجل او سقط ما معوش تابلت هياخد نفس الامتحان بس ورقي فالسؤال المتكرر هنمشي على النظام القديم والجديد مفيش نظام قديم فيه ده نظام الاسئلة الجديدة سواء بقى على تابلت او على ورقي نما نظام الاسئلة الجديدة طيب الحاجة الجديدة اللي مكادش موجودة في النظام المصري هي انه السنوية العامة كتحياء او موت لانها فرصة واحدة احنا مش هنخليها فرصة واحدة فيه متحان اسمه السنوية العامة في يونيا نعتبره كده زي السات محاولة هتدخل حضرتك هتمتحن في سبع تامة مواد تاخد النمر لو في نمرتين اقل مما تحب يعني وعاوز ادخل طب بس ما جيبتش كويس في الكيميا ممكن نخش تاني في اغسطس نحسن للمادة دي ممكن يخش كل المواد لو عاوز وهناخد النمر الاعلى فبالتالي دي حاجة مكادش موجودة خالص ممكن المحاولتين نفكر ونخليهم ثلاثة زي الامتحانات الاجنبية ما تبقاش السنوية العامة حياة وموت المجتهد يدخل الجمع والله كان عنده ظروف اجتهد وتعلق تاني فمش عاوزينها تبقى حياة وموت مش عاوزين دي يسيطر علينا فاحنا اضفنا فكرة ان الامتحان كذا فرصة وممكن نحسن على مستوى المادة وهناخد من كل المحاولات اعلى نمرة جابها حققها الطالب اظن ده يريحنا جدا جدا يعني فده فيما يتعلق بالسنوية العامة المنصة الاساسية اللي بيدرسوا منها طلبة السنوية العامة بما ان السنة دي اول سنة برده في مصر مش هنتبع كتاب ورقي لأولى وتانية وتالتة سنوي بالكامل فالكتب هتكون موجودة في صورة رقمية مش في صورة بي دي اف هتبقى في صورة كتب تفاعلية هتبقى اي بوكس كتب المرحلة السنوية تبقى عندهم وفي نفس الوقت في منصة ادارة التعلم بنبني فيها بقالنا سنتين دي تالت سنة عشان ما فيش كتب مطبوعة اضفنا كل النواقص زي اللغات والفلسفة وعلم النفس والحاجات دي بتكتمل على learning management system ده مشروع كبير جدا شغالين فيه برضو المشروع الجديد قلص مكتبة الدروس الالكترونية ده بالضبط زي المكتبات اللي حراتكو عارفينها بتاعت الافلام زي ال زي نتفليكس وزي شاهد دوت ناتو بتاع دي مكتبة فيها افلام الافلام دي معمولة من الاعدادية للسنوية في كل المواد بس دي مستوى اعلى من اللي بتعمل يعني قنوات تعليمية تبقى محاضرة مباشرة دي هتبقى افلام مكسفة فيها افضل الاسادزة وفيها تدريب على الاسئلة الجديدة بتاعت تحضير للاسئلة الجديدة اللي بنتكلم عليها في السنوية العامة فهيشارك في تنفيذ الافلام دي افضل المعلمين والناس اللي في المركز القومي الامتحانات اللي بيبنوا بنوك الاسئلة هيحاولوا يشرحوا ازاي ازاكر في اتجاه الامتحان دي مش بالطريقة بتاعت الزمان بتاعت الحفظ فالمكتبة دي هتفيدنا جدا وتبقى حاجة المصر كبيرة جدا ان يبقى عندنا مكتبة زي دي من ضمن الحاجات التانية يعني موضوع المكتبة الموازية مكتبة الكتب التفاعلية احنا بنحاول نبني كتب تفاعلية من اول كي جي وان لحد السنوية العامة كتب مصر كلها عاوزينها تبقى تفاعلية فيها صوت وصورة وحاجات تفاعلية ونتجارة فهتبقى في المكتبة دي هنبتدي بالسنوات الاعلى اللي هي يعني زي السنوي والشهادات العامة وبعدين ننزل اللي بقيت السنية في مشروع طموح جدا اسمه كل طفل متصل ده لسه بنشتغل عليه بس بشارك حضراتكو مش هينتهي المشروع ده قبل بدء الدراسة ولكن الدولة كلها بتتحرك في الاتجاه ده المنطقة بتاعة الاعمار اللي من ربع ابتدائي لحد الاعدادية عاوزينهم كمان يبقى عندهم اجهزة ويتصلوا بالانترنت فكل لو احنا غطينا المساحة دي يبقى كل طفل في مصر بعد تالت ابتدائي معاه ديفايس ده مشروع كبير جدا للمحتاجين هنا 13 مليون ومتقدمين فيه وبنفكر الاجهزة وهتتحط ازاي غالبا الاجهزة دي الدولة لا تستطيع ان تتحمل تكلفة زي دي بس الدولة تقدر تخفض سعرهم جدا وتوتحهم عند شركات المحمول ممكن نقصة لو انا قبل حد في ربع ابتدائي اجيب جهاز يقض مع ابني ثلاث سنين وقصته بدون ارباح على مدار الثلاث سنين هتطلح حاجة صغيرة جدا ولسه بنشتغل عليه لما يخلص هنقول لحضراتكو بس ده بيحصل في الخلفية واحنا ماشينا القنوات التعليمية زي ما اسمعته كده هيبقى مشروع ضخم جدا لان احنا بنحاول نبني مناهج من ربع ابتدائي كأن في مدرسة عن تليفزيون يعني في مدرسة على التليفزيون بنفس معيد المدرسة على الارض من ربع ابتدائي للثالثة السنة فعندنا مناهج هنا رهيبة وجداول زمنية معقدة جدا وهنحتاج محطات كثيرة جدا فده شغالين فيه برضو في بقى اسئلة شائعة طبعا بتيجي من بتيجي من الاشاعات التي لاتتتوقف هل هتاخدوا الغياب هناخد الغياب دي سنة دراسي عداي هناخد الغياب وناخد الحضور وناخد اعمال السنة اي حد بيقول لكو غير كده اجتهاد فيش حاجة من دي خارس هل طبور الصباح تلغى لا طبور الصباح ما تلغاش احنا قلنا هندي مدير المدرسة صلاحية كبرى هو اللي هي ينفز على الارض الاجراءات الاحترازية بما يراه مناسبا والمدير المدرسة والسادة المعلمين السنة دي هيسترجعوا هيبة المدرسة وهيبة المعلم ومدير المدرسة هو اللي هيقرر كلامتا فيه طبور ولا ما فيش هنخش ازاي هنقض في الحوش ولا لا هنحضر ازاي ده قرار مدير المدرسة كل مدرسة على حد السؤال التقليدي بتاع كل سنة رغم ان قرار مجلس الوزراء ان موضوع التعريب اللي دخل مدرسة لغاتي يمتحن لغات وقرار مجلس الوزراء اللي طلبنا تمديده خلص ولكن استثناءا للمرة المليون للعام ده هنعرب الجيولوجيا فقط اللي تعريب في مواد تانية يسيب مدرسة ويروح مدرس عربي ما يخدش شهادة رسمي لغات وهو بيمتحن عرب يختار بقى انما احنا هنعرب الجيولوجيا بس تعطفا مع فكرة انه انه ما فيش عدد كافي من المعلمين اللي بيدرسوا الجيولوجيا باللغات فده ردا على موضوع التعريب الامور التانية موضوع اللي يقل بدانية والتربية الرياضية من اهتمامات الدولة وعشان كده في تعاون مع الجهاز الرياضة في قوات المسلحة ومع وزارة الشباب والرياضة وهنوافع حضراتكو في الاسابيع اللي جاية بالمطلوب في التربية الرياضية اللي هي مادة نجاح ورسوب في سنوات النقل في الايام اللي مش هيحضروها في المدرسة يعني الايام اللي مش هتتحضر في المدرسة مش ايام اجازة هيبقى فيها واجب يا اما هنروح حتة نمارس فيها الرياضة يا اما هيبقى فيه واجبات بتتعامل وهتتسلم لما نرجع المدرسة وجدول القنوات التعليمية والمنصات الاكترونية الولاد تتابعوا ويبقى وليه الامر او المدرس يشرف عليه الانشطة عموما هتبقى متناسبة مع عدد ايام الحضور هتبقى موجودة بس بنسب اقل من لما كانوا بيحضروا كل يوم فيبقى كده الانشطة والحضور والغياب واعمال السنة والتعريب وموضوع التربية الرياضية ردنا عليه موضوع بقى الاشعاعات حضراتكو احنا لما بيكون عندنا حاجة مهمة بنطلع نقولها زي دلوقتي وفي مراحل سابق ولكن بنعاني ما بين ما نشوفكو للمرة لبعديها من قدر من الاشعاعات مخيف بس عاوزين نتفق مع بعض اتفاق دي العنوين الرسمية بتاعتنا يريد كل حد يكتبها كده في فيسبوك وفي انستجرام وفي تويتر وموقع الحساب بتاع الوزيرة هو وبتاع الوزارة هو وبتاع فيسبوك اي عنوان تاني مش احنا يعني ما نقراش معلومات في على فكرة السبعتاشر موقع النهاردة وانا بتكلم منتحلين شخصيتي واربعة منتحلين موقع وكلهم ليهم تلاتة مليون متابع بيسألونه هو كلام ده صح او غلط يا جماعة اللي ما قلناهش هنا يبقى غلط ما احنا بنقوله هو فلو رقبتوا ايه اللي تسألنا عليه في الاشهر اللي فاته ده مش احنا اللي قلناه عاوديما نستسلمش لهذا النوع لان ده مرهق ليكو ولينا فياريت تحفظوا العناوين دي ولا تسمعوا لشيء غير ده اللي احنا ما قلناهوش حد تاني يقلفه فمش معندوش معلومة يعني هو بيكتهد بيعمل بلبلة فاحنا كلنا بنقع فريسل ده بس ياريت نتأكد من العناوين قبل ما نسأل مين اللي قال بس ولو رجعته للفيسبوك والميديا وسألتوا اللي قاله من شهر قلوه انت كنت جايبت كلام ده من الكلام اللي قالتوا كله غلط ما تسيبهمش يعملوا الاشاعة ويفليتوا بيها اسألوه جبتوا الكلام ده من ايه ما حصلش تغييرات ادارية في الوزارة على فكرة اللي كتب عنه كل الكلام ده كان من هنا من المواقع دي طيب انا بس عاوز استعرض ايه مصادر التعلم المتاحة النهاردة في مصر في سنة عشرين واحد وعشرين لجميع السنوات الدراسية احنا مش حطين كي جي وان لحد تالت ابتدائي لان دول بياخدوا نظام التعليم الجديد ومعتمدين اكتر على العلاقة بينهم وبين المدرس انهم اطفال من ربع ابتدائي واحنا طلعين لو حضراتكم شفتوا الاعمدة دي منلاقي ان احنا بنبني على القنوات التعليمية صرح كبير جدا وهنا في مكتبة ضخمة جدا رقمية مغطية كل المناهج وبعدين المباشر دروس الكترونية مكتبة الكتب التفاعلية في منها مستويين مستوى ببلاش ومستوى بفلوس الحاجة اللي بفلوس هي اللي عليها نجمة هتسألوني ليه الوزارة بتاخد فلوس اولا ده اختياري بوضوح شديد ومستوى عالي جدا عالي جدا يعني بيكلف عشان نعمل الانتاج ده بيكلف طب الفلوس دي هتروح فين هتروح للسادة المعلمين وللمدارس ولتطوير التعليم واللي عشان نعمل لكم منصات اكبر من دي من غير ما نحط ايبقى على الموازنة ده السبب انها بفلوس طب هل الفلوس دي زي اللي هدفعها بره لا دي خمس اللي هتدفعه بره فاحنا بناديك حاجة فيها جودة عالية جدا متراجعة من الوزارة مأمونة عارفين مين اللي بيقولها وفلوسها رايحة فين ورايحة للسادة المعلمين اللي مفروض نهتم بيهم علشان هم اللي هيقدمو لنا كل ده طيب ده اللي بفلوس بص البلاش بقى كل الاخدر ده فاللي عاوز يدفع اهلا وسهلا مش عاوز ده اختياري انما قنوات تعليمية متاحة بالكامل من ربعة ابتداء ايه للسانوية العام ده زائد التدريس في المدرسة ده مع التدريس في المدرسة وبعدين ده موجود للمرحلة الثانوية المكتبة دي موجودة لكل السنوات كل ده بلاش البس المباشر ببلاش من على موقع الوزارة ادموده ببلاش فيه 13 مليون مستخدم الاي بوكس هتتحط نسخة رقمية بس مش تفعولية هنا والنسخة التفعولية هتتحط في المكتبة اللي اسمها اي بوكس بلس بسعر محدود يكافئ جزء من اللي كان يدفع في كتب الخارجية دي بقى الكتب بتاعت الوزارة اللي معمولة بفكر الوزارة تحضيراً للامتحانات الجديدة بفلوس زهيدة جداً منه بنديكو كواليتي أعلى بسعر أقال ونرشد الموارد اسأل المعلم ده حاجة جديدة هندخلها السنة دي هنبتدي بالإعدادية للسنوية دي حاجة زي زي البرنامج بتاع أوبر اللي واحد بيجيب تاكسي هو بيطلب تاكسي فالتاكسي بيجيله هو مش عارف تم اختيار التاكسي ده ازاي هنا الطالب اللي عنده سؤال هيبعته على الابليكيشن ده على البرنامج ده هيلاقي أستاذ رد عليه أستاذ هيرد عليه ممكن أستاذ ممكن مجموعة فده برنامج نلاقي فيه ردود على أسئلتنا أونلاين لو حبينا من أي تليفون في أي سنة دراسية من دول من الإعدادية الحادث السنوية وهنكلم على تفاصيله وإحنا ماشيين فده برنامج جديد وأستاذ المعلمين هيشتركوا معنا فيه طيب أستاذ المعلمين وهم عنصر أساسي جدا في اللي احنا بنتكلم عليه ده زي ما حضراتكم شايفين وأستاذ مديري المدارس ومديري الإدارات ومديري مديريات كلهم جيش مهم جدا احنا عندنا في المنطقة دي زي ما عندنا تمانية مليون طالب عندنا حوالي ربعمائة وتمانين ألف معلم في المنطقة من ربعة للإعدادية فيها 629 ألف معلم وبعدين في السنوي في حوالي 96 ألف السادة المعلمين هنعمل لهم مكان واحد للتدريب أكاديمية جديدة مش الأكاديمية المهنية المعلمين أكاديمية أونلاين فيها كل أشكال التدريب للحاجات المختلفة تدريب الناس في 2.0 مختلف عن هنا مختلف عن سنوي أنواع التدريب دي هتمارس في مكان جديد بشكل منظم جدا لكي تدري شهادة لمزاولة المهنة وتدري إجازة للمشاركة في حاجة كبيرة جدا هنبدأ نشرك المعلمين في أرباح ممكن تيجي من اشتراكهم في حاجات كثيرة يعني ممكن نتسادة المعلمين هم اللي هيدررسوا هنا وهم اللي هيساعدونا في الكتب والتفاعلية وهكلمكم عن مجموعات التقوية هنعمل فيها إيه؟ هشتركوا فيها وقنوات تعليمية وبرنامج يسأ المعلم كلهم فيهم المعلمين المعلمين هيبقوا جزء من هذه المنظومة وليهم نسبة حسب كفائتهم وحسب جهدهم مش زيادة واحدة كده في المرتب لا هيدخل معنا في ده نصيبه كده هيعمل معنا الكتاب ده نصيبه كده هيدخل معنا في مجموعات تقوية نصيبه احنا هنغير القرار الوزاري اللي كان بيحكم المجموعات تقوية بما فيه من حاجات قديمة هنغيره علشان نرفع كفاءة المجموعات المدرسية تستند على ركاقص تربوية ونعرف مين اللي بيدرس وبيدرس بيقول ايه بالزبط ويبقى فيه ضبط للجودة وتوفير للأهالي او طمقنينة للأهالي احنا هننزم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت اشراف المدارس في الجمهورية كلها بضوابط هنبعدها احنا للمدارس بقول لكم المختصر يعني وهننزم مجموعات تقوية للشهادات العامة تالتة اعدادية وتالت سنوية عن طريق الادارة التعليمية هنجهز القاعات دي بالكامل تكنولوجيا ويبقى فيها تكييف وفيها معدات حديثة جدا جوه كل مدارس مصر بس الطالب مش لازم يروح مجموعات تقوية في مدرسته يروح مجموعات تقوية لتعجبه يختار الاساتزا اللي عجبينه المسألة تنافسية كل المدارس هتعم مجموعات تقوية وسوق تنافسي اللي بيدي جودة اعلى تحت اشرافنا بالارقام اللي احنا بنقولها بيدرس الحاجات اللي احنا قلن له عليها مفيش اي تغيير لا في فلوس ولا في المحتوى بس شطارة اللي بيدرس هي اللي هتجيب له الطلب فالطلبة مش ملزمة تروح لمدرسين الفاصل وبيروح للمدرس اللي عاجبه في اي منطقة محيطة كل ده اختياري احنا بنحقق اداء الارض بنديكم مصادر تعلم ومجموعات تقوية وقنوات تعليمية وتظل اختيارية للي عاوز بهدف تحسين المستوى الدراسي لو كانش بيكفيه الادوات التانية يقدر ييجي هنا مقابل مادي مناسب جدا اقل كتير جدا من اللي كان بيحصل قبل كده كمان في مجموعات تقوية كل الاجراءات الاحترازية اللي بناخدها من وزارة الصحة هتطبق هنا وفي نسبة 10% من كل مجموعات تقوية للطلاب الايتام وابناء الشهداء هيتم اعفاقهم منها والنسبة اللي تحت دي لسه بنفكر فيها بس يعني اللي في دماغنا نسبة كبيرة تبقى هتروح من المجموعات للمعلم والباقي هيروح للمدرسة نفسها مش للوزار يروح للمدرسة عشان مدرسة يبقى فيها حمام كلمنا على مدير المدرسة وكلمنا على الاخر وحدة في المنظومة نقوية ازاي لما انا ابعت ولادي مجموعات تقوية مش الدرس اللي بره في السنتر انا بقوي المعلم والمدرسة والبلد وبحافظ على ولادي وباخد منتج احسن بربع السعر بوضوح طيب احنا عملنا ايه عملنا مصادر تعلم اللي كانت في الجدول يمكن 15 حاجة غير بعد والوزارة بتعمل كل فيديو هتشوفوه كل كتاب متراجع من مركز تطوير المناهج واحنا مسؤولين عنه مسؤولين عن كل كلمة بتقال على الفيديو ما لنشدعو باللي بيعمل فيديو على يوتيوب او بيعمل فيديو برا الفيديو اللي عليه لوجو الوزارة ده متراجع لو فيه غلطة احنا اللي نزلح وبنحضر كل الامتحانات الجديدة عن طريق الفيديوهات اللي احنا هنحطها مجموعات التقوية نفس الحاجة تبقى جوه جدران المدرسة عارفين مين اللي بدرس هل هو مرخص ولا لا مرخص للكلام ده بتكلم في السياسة ولا في الفيزياء بيعمل لي بالزبط ده كله تحت اشراف الوزارة وخي قنوات تعليمية لمن لا يريد يروح الحتة دي في منصات تواصل في مصادر تعلم الكتروني في وجود كل ده لازم طبعا نغلق ونمنع دروس الخصوصية ولازم تساعدونا في كده الدروس الخصوصية ليس ان الوزارة بتقفلها وبتعملها هي ولو الوزارة بتقفلها وبتعملها هي ده حق الدولة ده مش حاجة نتناقش فيها العكس هو الصحيح الدروس الخصوصية ما نعرفش مين بيديها مش شرط يبقى معلم أصلا فانحنا ما نبعدش أولادنا حتة مجهولة حد ما نعرفوش وبياخد مني فلوس وبيضغط علي ويقول لي الحاجز خلص لا ما تروحوش احنا ادناكوا كل ده واذا كنتوا عاوزين تجيبوا نمر في الامتحانات دي مش ورانا محدش منهم عارف احنا بنعمل ايه فاحنا مش عاوزين لا فلوسكوا تروح في حتة غلط ولا الولادي تعرضوا الخطر هنا هنضمن لجراءات الاحترازية الجودة نوعية المادة اللي بندرسها تناسب الفلوس مع الخدمة الفلوس دي بتروح فيه بتروح للمعلم المرواحد المعلم المحترم اللي بيدي درس قانوني او مجموعة تقوية قانونية في مصر كلها فاحنا انتوا اللي هتساعدونا نطور التعليم بان احنا نستخدم الادوات اللي بتبنيها الدولة ونشوف نتيجتها المباشرة على المدارس وعلى المعلمين وعلى البق في سنة واحدة فاحنا بالنسبة لنا ده عام مش ان احنا ما نروحش للمدرسة ده عام العودة للمدرسة احنا هنروح حسب الجدول وهنروح في مجموعة التقوية ونروح اي حتة غير المدرسة ونرجع للمدرسة هبيتها تاني وده عام تقدير المعلم وعام مكافئة المعلم وعام مشاركة المعلم في كل الحاجات نشوفتوها في الصور اللي فات وبرضو عام ضبط الجودة عشان كل حاجة لو معليهاش الختمة بتاع الوزارة يبقى معليهاش ختم الجودة فده اللي احنا ملخص للأهداف اللي سعينا اليها وإحنا بنعمل ده ده هينفعنا أثناء كورونا بس هينفعنا بعد كورونا اللي احنا بنعمله ده لو قللنا الكسفات وغطينا المنهج والولاد لابت رياضة وتعلمت قيم وأخلاق والأهل يوفروا فلوس الدروس وخادوا منتج أحسن لنطبقوا بعد كورونا ننقولوش دعوة كورونا فاحنا في المجمل بنحاول نحسن المنتج التعليمي المجاني اللي جاي للولاد إذا كان محتاج حاجة فوقيه بنتديله حاجة بسعر مناسب برضو فيها جودة الموارد اللي هتيجي منها بتستخدم نعمل منصات أكتر ونبني فيديوهات أكتر وندي للمعلمين مكافأة لن يحصلوا عليها عن طريق التقليدي اللي هو الموازنة ونزور المعي هنا المعلم الشاطر إن شاء الله يبقى مليونير بعد شهر ده قانوني ويدفع درائب عليه ويعمل شغل يستحق عليه هذا تمام ونخلص أولياء الأمور من كابوس الدروس الخصية عايزين الولاد تتعلم في الآخر المنصات دي عشان يتعلموا موضوع النجاح والنمرة والنص نمرة والتظلمات دي خموس قديم خلاص مش هنتكلم في عشرين واحد وعشرين على الحاجة من دي خالص ومش هيبقى الأول على الجمهورية جايب محاج هيجيب ربعمائة وعشر أول ممكن يبقى جايب تمانين في المائة هيخش بيهم طب وهندسة ويأخذ دكتورها كمان بس الكيرف هيتضبط مش الشكل ده مش هيبقى فيه التظلمات ليه لأنه كان فيه كنترول ولا كان فيه مصحح فما فيه تظلم أصلا ولو النمرة مش عجباني فيه فرصة واثنين وثلاثة فكل ده تغيير كبير وعميق يعني في الآخر احنا بنتمنى النجاح طبعا لكل ولادنا حضراتكم شايفين قد إيه اللي الوزارة يعني بتعمل في اتجاه توفير كل المصادر دي وهنفضل مستمرين طبعا طول السنة ده عمل ضخم جدا يعني بنعمله وإحنا بنتكلم بنبني في القنوات التعليمية وبنبني في المكتبات الإلكترونية وبنبني اللي ما عندوش إنترنت واللي عندو إنترنت فكل طالب فكرنا فيه وهنحاول ندي طلاب اللي ما عندوش إنترنت فأسرع فرصة مسموحة يعني أجهزة فكل شيء ماشي في اتجاه الأحسن معادنا الجاية نتكلم عن التعليم الفني وتفاصيله كثير هنخليه لوحده عشان تلخباتش مدارس الخاصة والدولية لأولياء الأمور احنا بنعيد بناء منظومة المدارس الخاصة والدولية دي من الجزور خالص فقبل ما نتكلم فيها نكون عرفنا هنقول لكم إيه هنغيرها بالكامل سواء في طريقة دفع الفلوس في طريقة تحديد النسب في طريقة السيطرة على جودة المناجي المختلفة والمدارس المختلفة انتظروا الكلام ده في المؤتمر الجاي هنتكلم عليه والأمور ماشية كويس قدامنا من هنا لحد 17 أكتوبر خمس أسابيع هتشوفوا على الموقع بتاعنا كل يوم في إضافات لأي أسئلة جديدة هتبقى عندكم وبشكركم على استماعكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا